السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أصدقاء اليوم؟ اليوم رح أحكي لكم إن شاء الله عن العلاج الفيزيائي مش العلاج الطبيعي هو العلاج الفيزيائي في المستشفية الحكومية موجود فقط العلاج الطبيعي أما الفيزيائي بيكون في مستشفيات ومراكز خاصة والعلاج الفيزيائي بيعمل التطوير والحفاظ على الحركة وعدتها إلى الحد الأقصى من التحسن يقدم العلاج لتحسين الحركة ممكن أمراض ممكن أمراض الشيخوخة وممكن بيتعرضوا لحادث اللي بعمل علاج الفيزيائي لازم تكون طبيب متخصص أو فني متخصص وانتو اختاروا ذو الخبرة في كل دول اللي فيها مراكز متخصصة للعلاج الفيزيائي وعنا في الأردن فيه علاج فيزيائي فيه مراكز أنا عملت جرسات علاج فيزيائي وبصراح هو أفضل إشي أنا عملته يعني بتخرج من الجلسة بتمشي بسرعة حركة سهلة يعني موضوع من الأعراض تصلب بتخف عنك بس لازم أنك تستمر يعني لو بالأسواب يسوي مرة لو وضعك المادي ما بسمح أنك تروح لمراكز خاصة اكتفي بالعلاج الطبيعي هو كمان مهم لو وضعك المادي بسمح اعمل علاج فيزيائي العلاج الفيزيائي بيستخدموا فيه أجهزة ليزر ممكن أجهزة كهربائية ممكن يستخدموا كمادات سخنة هاي تحفظوا العصاب سخنة أو بارد حسب حركتك أنت طبعا بعت ذراع صوت يا إخوان لأنه شوين فالوزن بإمكانك إحضار المعالج للمنزل إذا أنت ما بتستطع أنك تخرج من البيت تقريبا بالأردن لعلاج الفيزيائي جلسة تقريبا 25 دينار أما الطبيعي فقط 15 دينار كل واحد حسب وضعه المادي وحسب دولته هاي أهم حلقة عندي لأنه علاج الفيزيائي جدا مهم لو ما بناسبك ماديا نعمل علاج طبيعي وإن شاء الله رح أحكي لكم أنه في الحلقة جاي إن شاء الله ولا تنسوا أهم إشي تكون عندك إرادة نفسية إنك أنت حاب أنك أنت تتحسن وتعمل علاج فيزيائي أو طبيعي حتى لو أنت كنت مقعد وعلى الكرسي حاول أنك تطلع من البيت وتعمل العلاج وإن شاء الله بإذن الله أنك زف وتتحسن وإن شاء الله تكون سفدت من هذه الحلقة وهذا الموضوع وأي سؤال أنا برد عليها خلال تعليقات معكم أم عمر من الأردن مع السلامة ترجمة نانسي قنقر